ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة وأشار رئيس الوزراء في هذا الاجتماع إلى أنه في ظل ما تشهد مختلف دول العالم ومصر من بينها من تحديات ومتغيرات حالية مرتبطة بقطاع الطاقة وظهور تكنولوجيا جديدة حديثة في هذا القطاع فإنه من الأهمية بما كان العمل على سرعة الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة بوجه عام وكذا سرعة اعتماد استراتيجية الهيدروجين الأخضر موجها في هذا الصدد باعتبار هذين الملفين من الملفات ذات الأولوية التي يجب الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بهما في أقرب وقت ممكن